كشف الاتصال بين عرّاب التدخل القطري الإيراني في البحرين حمد بن جاسم والمحكوم بالسجن في قضايا إرهابية علي سلمان كشف تقاطع المشروع القطري مع مشروع نظام الولي الفقيه لزعزعة أمن واستقرار البحرين وتفتيت المنطقة تحالف أماط لثامة عن مساعيه المدمرة بان الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد في عام 2011 سنوات طويلة والعدو متربص ولا يهدأ له بال إلا بمحاولة زعزعة الأمن والاستقرار في دول الخليج طمعا بمشروع إيراني توسعي في المنطقة وما قامت به الدوحة خلال العقدين الماضيين من تدبير على البحرين عبر دعم الإنقلابيين بمالها وإعلامها المؤدلج والمسخر قطر لا يعد أن يكون أقل من وقوف في صف واحد مع العدو الإيراني وأطماعه في البحرين وقطر توجت ذلك التوجه بتوطيد العلاقات القطرية الإيرانية وانتقالها إلى مراحل متطورة من التآمر على دول الخليج العربي ونقدم عهداتها في مجلس التعاون الخليجي الذي تم تأسيسه لتحقيق العديد من الأهداف ومن أهمها ردع أي عدوان خارجي على دول الخليج وبالأخص العدوان الإيراني فمنذ بزوغ فجر إيران الجديدة وقيام دولة الولي الفقيه وإيران تطالب وتسعى جاهدة لإيجاد موطئ قدم لها على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية ولكنها فشلت مرارا وتكرارا إلى أن تنازل النظام القطري عن قيامه وباع أهله وعروبته وتحالف مع أعداء الأمة هكذا أراد حائك الانقلابات في الدوحة وهكذا هي السياسة القطرية الخارجية سياسة انتهجت لعداء انتهاجا ووضع لها النظام في قطر ثابتا واحدا على الأقل إحلال الخراب والدمار وزعزعة أمن الدول العربية على رأسها مملكة البحرين إلا أنها حاولت أن تصنع لنفسها ثوب الوساطة والمساعدة والأعمال الخيرية لإخفاء تلك النوايا العدائية والتي لم يسلم منها أقرب الأشقاء والأصدقاء والأخوة وظنت أن ذلك يسوغ لها العبثة بأمن البحرين واستقرارها ألا خاب مسع الطامعين وما كانت قطر لتصل بشرورها إلى ما وصلت إليه في البحرين دولة عراب التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين حمد بن جاسم الذي سقط عنه قناع الأخوة بعد أن فضحت أمره على حكومة مملكة البحرين ومع من؟ مع خارجين عن القانون ومطلوبين أمنياً ومنهم محكومون بقضايا إرهابية يهدفون إلى قلب نظام الحكم في البحرين والفارق الذي عرف عن قطر لاحقاً أنه لو لم يكن هؤلاء الماريكون مدعومين من قبل النظام الولي الفقيه في طهران لما دعمتهم الدوحة فقد اتفقت الغاية والوسيلة وتطابقت نوايا إيران بنوايا حمد بن جاسم في البحرين وما يؤكد هذا التحالف القطري الإيراني هو ارتماء قطر في أحضان إيران منذ بدء أزمتها الأخيرة وكأنها كانت تنتظر هذه الشرارة مع دول الخليج لتعلن ولاءها وانتماءها وانصياعها لمن كانت ولا زالت تعتبرهم حلفائها وجزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة العربية